سيدي ما هو السبب تخوف كثير من العلماء من علم المقاصد يعني بعض العلماء عندما تذكر المقاصد يتجهم وجهه ويعترض ما هو السبب أولا أنا أقدر لكل واحد يغار على دينه وعلى دين الأمة وعلى دين الله في النهاية ويحتاط ويتخوف من حق أي واحد أن يتخوف من أي شيء يمكن أن يكون سببا أو مطية لإفساد الدين ولو حكم واحد منه هذا شيء صحيح ولكن أنا أقول دائما لأن هذا سؤال يرد منذ عشرات سنين على كل حال فالجواب أن سوء الاستعمال وارد في مقاصد الشريعة ولكنه لا ننسى أنه وارد في القرآن وفي السنة وفي أصول الفقه أي شيء يمكن أن يساء استخدامه فألم يساء استخدام تفسير القرآن وتفسيرات المعتزلة وتفسيرات الباطنية موجودة ومدونة وهي بين أيدينا صحيح وسوء استعمال السنة وهو أكثر سوء فهم السنة كيف فهم الطوائف المختلفة السنة وبعضهم عطلها وبعضهم حرفها عن مواضعها وفي القرآن الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طائفة قيل إنها المقصودة بها الخوارج ولكن الأمر أوسع قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم إذن يفسدونه إذن أفسدوه لم يدخل إلى القلوب والعقول ولم يفهموا مقاصده ولا روحه فأيضا سوء الفهم وسطحية الفهم والفهم المبتدع والفهم بناء على هوى هذا موجود في العقيدة وموجود في تفسير القرآن وفي السنة وما استعمال الأحاديث الضعيفة والموضوع والاتكاء عليها وبناء الدين عليها بشكل هذا أيضا حراف ألا يحق لنا أن نخاف نحن نخاف ممن يكترون من الحديث عن السنة ويحرفونها وهم سطحيون في فهمها واليوم يتخوف الناس من طائفة أو تيار يسمى القرآنيون ما أجمل هذا الاسم قرآنيون لكن القرآنيون هذا انحراف عند من يعرفون ما معنى القرآنيون إذن الانحراف وسؤل استخدام وارد في كل العلوم ولكن كما قيل في السنة النبوية قيل بعض العلماء هؤلاء الوضاعون قال تعيش لهم الجهابدة وكذلك مقاصد الشريعة سوء استخدامها يتصدى له الجهابدة لكن المشكلة هي إذا ترك الجهابدة مقاصد الشريعة فإذن الجهابدة الذين يغيرون على الدين لا بد من سؤال هل للشريعة مقاصد؟ إذا قالوا نعم نمشي في الطريق إذن هل هذه المقاصد لها اعتبار في فهم الدين؟ إذا قالوا نعم نمشي في الطريق ما هو الطريق حينئذين؟ إذا تعالوا يا جهابدة يا علماءنا الراصخون نتمكن من هذه المقاصد ونحوزها ونستعمل وحتى لا نتركها لمن ليس أهلا لها هذا هو الحل